اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفيديو ده هعرفك ازاي تقدر تسترجع ملفات الصور والفيديوهات المحزوفة والملفات بصفة عامة سواء تطبيقات او فولدرات ملفات بيانات اي حاجة تم حزفها هنعرف ازاي نقدر نسترجعها من خلال طريقة النهاردة في الحقيقة هي مش طريقة واحدة هي عدة طرق منها هنستخدم فيها برامج ومنها هنستخدمها بدون برامج يعني هنستخدم كل الطرق اللي هنقدر من خلالها ان احنا نسترجع الاشياء المحزوفة زي ما قلنا سواء صور او فيديوهات او ملفات تطبيقية عادية الفيديو هيكون عبارة عن كذا طريقة هنستخدمها يعني لو ما نجحيش معك الطريقة الولى هتنجح معك التانية ما نجحيش التانية هتنجح التالتة والفيديو ممكن يكون طويل شوية بس سنعارف انه ما فيش حد بيدور على استرجاع المحزوفات غير لو كان مهتم بحاجة مهمة ضاعت منه ومحتاج انه استرجاعها ضروري عشان كده مهم جدا انك تتابع معي الفيديو ده للنهاية وما تملش مني لان انا هستخدم اكتر من طريقة النهاردة ولازم منهم طريقة هتنجح معك ان شاء الله يلا بينا على الشرح مباشرة بس ما تنساش تضغط لايك وتشترك معنا في القناة واتبعنا هتلاقي كل مفيد وجديد ويلا بينا نبدأ مباشرة هنبدأ باول حاجة بالطرق اللي بدون استخدام اي برامج او تطبيقات لاسترجاع الملفات المحزوفة سواء فيه صور او فيديوهات هنبدأ بطرق عادية بدون استخدام اي تطبيقات او برامج اول طريقة معنا النهاردة وهي ان انا هروح على الستوديو بتاعي الستوديو الموجود في الهاتف بشكل عادي هفتحه بعد كده هلاقي عندي 3 نقاط هنا او شرط هضغط عليهم وبعد كده هروح على سلة المحزوفات هنا هلاقي كل الملفات اللي اتحزفت مني خلال فترة 28 يوم اللي فاته يعني كل الملفات اللي اتحزفت مني على الهاتف بتاعك خلال 28 يوم اللي فاته هتلاقي السواء فيديوهات موجودة هنا طيب في حاجات اتحزفت قبل كده هنعرفها في الطرق اللي جاية ما تستعجلش احنا بنجيب طريقة ورا طريقة ورا طريقة وان شاء الله هتطلع مستفيد هضغط مثلا على سبيل المسال على الفيديو ده عشان اقدر استرجع منه هضغط كمان على علامة السهم الموجودة دي في الاسفل هلاقي تم استرجاعه في الستوديو كانت اول طريقة معانا دي هنخش على الطريقة اللي بعدها وهي باني اروح على مدير الملفات الخاص بي على الهاتف بتاعي هضغط على مدير الملفات بالشكل ده وهي هروح على وحدة التخزين الداخلية بالشكل ده ومن هنا هلاقي ثلاث نقاط في الشاشة هنا هضغط عليهم وبعد كده هضغط على كلمة سلت المحزوفات هنا هلاقي الملفات اللي تم حزفها برضو موجودة معايا طبعا انا ما عنديش ملفات محزوفة هنا فانت هتلاقي عندك هنا ملفات تم حزفها برضو خلال التلاتين يوم لكن مش هتكون صور هتكون مجلدات او ملفات او فلدرات عادية مش صور وفيديوهات هنخشوا بقى الطريقة اللي بعد كده احنا لحد دلوقتي بنستخدم الطرق اللي هي بدون برامج بعد كده هروح على تطبيق جوجل كروم الطريقة بتاعت المرة دي هتكون من خلال تطبيق جوجل كروم هدخل عليه بالشكل ده وهكتب الوصول الى بيانات جوجل هكتب الجملة دي في بحس جوجل الوصول الى بيانات جوجل هتظهر معايا الخانة دي هي ممكن تكون اول خانة او تاني خانة الوصول الى المعلومات الشخصية الخصوصية والبنوت هضغط عليها بالشكل ده هتأكد هنا انه الديميل بتاعي هو الديميل الى ديم اللي ممكن تكون فيه نسخة احتياطية حصلت عليه او تحفظ عليه بعض الصور لانه النسخ الاحتياطية بتتفعل بشكل تلقائي ممكن تكون صورك كلها متخزنة هنا وانت ما تعرفش عنها حاجة فانا اختار هنا الحساب بتاعي بعد كده هلاقي كلمة اطلع عليها هضغط عليها بالشكل ده هتظهر معايا حاجات كتير جدا تقدر تستعدها من خلال الوجهة اللي ظهرت معاك ده عدة خيارات منها حساب لو عندك رسال بليد دكتروني تقدر تحفظها من هنا وتنزلها ولو عندك صور اتلاقيها هنا يعني انا عندي اكتر من الفين صورة زي ما احنا شايفين او اكتر اقدر استرجاعهم من خلال طريقة النهاردة لبضغطي على كلمة تنزيل طبعا انا مش هنزلهم كلهم اقدر ادخل كمان واشوف الصورة اللي انا محتاجها او الفيديو اللي انا محتاجه واقوم بتنزيله ولو نزلت للأسفل هتلاقي كمان ممكن جهات اتصال ارقام موبايل ارقام هواتف تقدر تسترجعها برضو من خلال الضغط على كلمة تنزيل او انك تدخل وتشوف ارقام معينة تقدر تسترجعها طريقة النهاردة هنخش مثلا على الصور هلاقيه زي ما احنا شايفين فتح معايا خيارات عديدة من الصور والفيديوهات المحزوفة انا كنت اصلا ناس انو الحاجات دي موجودة عندي بمجرد ضغطك عليه هتقدر تنزيلها وتحملها على سبيل المثال لو ضغطنا كده على الفيديو ده بعد ما هضغط عليه سواء صورة او فيديو هضغط على الثلاث نقاط الموجودين هنا وهضغط على كلمة تنزيل هتبدأ تنزل معايا على الهاتف ولو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو في ياريت تضغط لايك وتشترك معايا في القناة لان ان شاء الله انا بنسبة كبيرة طرق اللي احنا استخدمناها ولسه هنستخدمها دلوقتي في الفيديو هتكون نجحة معاك فما تنسى اشتغط لايك لان الطريقة اللي جاي دي اقوى طريقة ممكن تشوفها غير الثلاث طرق اللي فاتوا دول واللي انا واسخ انه ممكن تكون جابت نتائج كبيرة معاك وكويسة فما تنسى اشتغط لايك وتشترك معايا في القناة وتتبع معايا اقوى طريقة الطريقة اللي هندخل فيها وهي الطريقة الاخيرة اللي هتكون باستخدام تطبيق هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مسبت ومجرد دخولك عليه حولك لمتجر بلاي تقدر تسبته بدون روابط وبدون فواصل اعلانية بعد ما هيثبت معاك التطبيق هيبقى بالشكل ده او بالوجهة دي هنفتحه ونتابع مع بعض الخيارات للعمل عليه اول ما هتظهر تفتحه هتظهر معاك الوجه اللي احنا شايفينها دي اللي بيطلب منك انك تشتخدم النسخة المدفوعة طبعا احنا مش هنحتاج النسخة المدفوعة في حاجة كفاية علينا النسخة المجانية هنقدر نستفيد من المميزات اللي فيها فهتخطها بالضغط على العلامة ال اكس هنا ومهم جدا انك تتابع معا النقطة دي انه بعض الناس بتكتبلي في التعليقات انه التطبيق مدفوعة وهو فيه نسخة تجربية هتخطها وهضغط عليها من هنا عشان اخش على النسخة التجربية او المجانية هتفتح معاك الوجهة اللي احنا شايفينها دي ومن هنا تضغط هنا على استعادة الفيديوهات ومن هنا الصور ومن هنا الموسيقى بس فيه معلومة حابب او اضح عليكم ان التطبيق عشان هو تستخدم منه النسخة المجانية فهيزهر معاك بعض الاعلانات وتهتبقى مملة شوية لانك تستخدم النسخة المجانية لكن الغرض الرئيسي هو استرجاع الملفات حتى لو زهقنا شوية من الاعلانات اللي بتظهر في التطبيق وكنا شرحنا قبل كده في فيديو ازاي تتخلص من كل الاعلانات اللي موجودة في الهاتف بتاعك سواء اعلانات على المواقع او على التطبيقات او على الهاتف في صفة عامة هسيب لكم لينك برضو الفيديو في اول تعليق مثبت تعالوا بينا كده ندخل على الصور ونضغط عليها ونشوف هيسترجاعها معانا ازاي هضغط على star second من هنا بدء الفحص وهتديلي السماحات اللي هو عاوزها من هنا هتظهر معايا الخانة دي او الوجه دي هشوف التطبيق بتاعي وهفعل الخيار قدامه هنزل للاسفل لحد ما هلاقي التطبيق بتاعي اهو وهفعل الخيار ده هديله السماح والوصول للهاتف عشان يقدر تسترجع لي الفيديوهات والصور وكل حاجة تم حزفها بعد كده هضغط برضو هنا تاني star second هيبدأ يحمل لي شوية الموضوع ده ممكن ياخد معاك شوية وقت هنتظره خالص لحد ما يحمل زي ما احنا شايفين اهو بيجمع تحت جمع لي فوق المية ومئتين صورة تم حزفها بيسترجعها وعشر ملفات واثنين فايل بيبدأ يحمل لي اهو بيعد في الحاجات بيسترجع لي في الحاجات المحزوفة الطريقة دي جميلة جدا يا جماعة فمهم جدا انك تتابعها للاخر وتشوفها معانا طبعا هوقف الفيديو ان الموضوع ده هياخد وقت لحد ما يخلص خالص وارجع لكم مرة تانية وبكده يكون انتهى معانا اهو جاب لي فايلات وميوزيك وفيديوهات اهو كل حاجة هتلاقيها موجودة هنا هرجع للخلف طبعا هعرف ازاي انه خلص انه وقف عد خالص طبعا زي ما قلت انه الموضوع ده هياخد معك شوية وقت فاتحمله وانتظره شوية هضغط هنا للخلف رجوع وبعد كده هروح مسلا على الملفات الفيديو على سبيل المساء هلاقي هنا جميع الفيديوهات المحزوفة تم استرجاعها وهلاقي كمان فيديوهات حديثة بس برضو هدور اه هلاقي فيها فيديوهات تم حزفها وهارجع كمان للصور هنا وضغط على ملف الصور هلاقي كل الصور المحزوفة مورد وارد ضغطك عليها هيجي لك خيار الاسترجاع وهنا زي ما احنا شايفين الخانة الجانبية دي محطوط عليها كل الصور هدور فيها على الحاجة المحزوفة وهضغط عليها هيتم استرجاعها ده كان فيديو النهاردة ما تنساش لو استفدت اضغط لايك واشترك معنا في القناة وتابعنا هتلاقي كل مفيد وجديد ولو عندك اي استفسار سبهونا في كومنت هنجاوب على كل التعليقات سواء سلبي او ايجابي في انتظار تعليقاتك واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة